ارتفع الراتب الشهرية للناخب الوطني هيرفي ريونار إلى 80 مليون سنتيم عقب ضمان التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 عقب هزم منتخب كوت ديفوار بثنائية نظيفة أول أمس ضمن آخر جولة من تصفيات كأس العالم وسيستفيد المدرب الفرنسي من إضافة 20 مليون سنتيم إلى راتبه بعد أن كان يتقاضى 60 مليون منذ فبراير من العام الماضي وذلك وفق بنود العقد الذي يربطه بجامعة كرة القدم التي تنص على إضافة المبلغ المذكورة وتوماتي كيحال العبور إلى المونديال ودخل هيرفي ريونار بحسم التأهل إلى نهائيات كأس العالم تاريخ الكرة المغربية وكتب اسمه من ذهب إلى جانب مدربين قاد النخبة الوطنية إلى المجد العالمي وتمكن الثعلب الفرنسي في فترة وجيزة منفك عقدة الدور الأول للمنتخب في نهائيات كأس أمم إفريقيا ونجح في بلغ الدور الربوع النهائي قبل أن يعبر بلا سويد إلى مونديال روسيا وأعاد الريونار الذي وجد بعض الصعوبات في التأقلم عند بدايته على رأس المنتخب أروح إلى النخبة الوطنية إذ صارت فريقا قويا منسجما ومتلاحما يضرب له الفحساب في القارة السمراء بعد أن نجح في الإطاحة بفيلكوت ديفوار حاملة اللقب في نهائيات الكان قبل أن يعود ليجهز على أحلامها المونديالية بعقر دارها ريونار الذي بدأ يتطلع إلى المستقبل منذ الآن عبر عن رغبة قوية في أن تسفر قرعة كأس العالم عن تواجد الفريق الوطني المغربي رفقة المنتخب الفرنسي في مجموعة واحدة مؤكدا في الندوة الصحافية التي تلت المباراة أن مواجهة منتخب الديكا ستكون فخرا بالنسبة له شكرا